ها هو سودان مرة أخرى يقع بين مطرقة فرص التسوية السياسية وسندان قطع طريق الانتقال حيث اشتد الخلاف بين المدنيين والعسكريين جراء اتهام تحالف الحرية والتغيير للمكون العسكري بتقويض التحول الديمقراطي والوقوف خلف مجموعة الأزمات السياسية والاقتصادية التي تحيط بالحكومة وإثر هذا احتكم الطرفان إلى الشارع ويدور الخلاف القائم بين الطرفين على مستقبل المرحلة الانتقالية بين تلويح رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان باحتمالية الاضطرار لإجراء انتخابات مبكرة ومطالبة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك بمد المرحلة الانتقالية لأربع سنوات فضلا عن المسؤولية عن ترد الأوضاع العامة يضاف لذلك الانقسام مع وجود خلافات عميقة داخل قوى أعلان الحرية والتغيير هذا مع التهديد المباشر بحج الأنصار والمؤيدين في الشارع حيث تصاعدت لهجة بيانات قوى الحرية والتغيير بعد أن دعت فيه الشعب السوداني إلى النزول للشارع لتوفيط الفرصة على الانقلابيين وفلول النظام البائد مقابل دعوة قائد قوات الدعم السريع لنزول أنصار العسكريين إلى الشارع مهددا بإخراج شارع مواز آخر وأما السيناريوهات المحتملة فأولها الفوضى متعددة الأطراف التي تتعدد فيها خطوط الاشتباك بين المدنيين والعسكريين والحكومة وبقية القوى السياسية والسيناريو الثاني يتمثل في صدام الثناء بين اللاعبين الرئيسيين بصورة وقتية وترتفع فرص تحقق هذا السيناريو في ظل التراكم الكبير لمظاهر التوتر أما سعادة توافق الهش بصورة مؤقتة فهو السيناريو الثالث فإذا كانت التفاعلات المحلية في السودان تدفع بقوة في اتجاه الاستغطاب والتوتر فإن التفاعلات الخارجية تظهر كمتغير حاسم يستطيع السعادة التوافق بين الفرقاء ويعد هذا السيناريو هو المرجح بحسب مراقبين لإنهاء الأزمة الحالية في السودان شكرا